النهاردة يوم جميل عربياً لأنه نقدر نقول أنه دايماً على طول لكن النهاردة بالذات نقدر نحتفل بأنه محرز وصلاح صلاح ومحرز إيد واحدة اثنين لعيبة في الدورة الإنجليزية ناس الوحيدة في بريمير ليج اللي بيسجله أكتر من 20 هدف على مر الموسم محرز بيوصل بسجله التهديفي وأداءه رائع جداً جداً مع منشستر سيتي الحقيقة من أول الموسم لحد النهاردة لكن على مدار الموسم بيوصل لهدف رقم 21 عشرة في الدوري الإنجليزي ثلاثة كسر الاتحاد، ستة دوري الأبطال، اثنين كسر ربطة الإنجليزية بيوصل لهدف 21 على مدار الموسم وكمان صلاح بيوصل أو بيبقى عند الهدف رقم 27 على مدار الموسم الحقيقة عند محرز لازم نقف قدام المواسم اللي قدامنا على الشاشة لأنه أعلى معدل تهديفي في موسم واحد رياض محرز منكلم على موسم 18-19 اللي كان بيسجل فيه 12 وصنع 12 هدف 13-20، 13 هدف وصنع 16، 20-21، 14 هدف وصنع 9 والموسم الحالي بيسجل 21 هدف على مر الموسم وبيصنع 7 هداف الجميلة الحقيقة هي تصريحات محرز بعد نهاية المباراة وكمان رد فعل جوارديولا وعايز أقف عندها شوية لكن بعد ما نشوف صورة الهيلة اللي لازم كلنا نسقف لها للنجمين الكبيرين في هذا الموسم محمد صلاح ورياض محرز 27 هدف لصلاح رياض محرز 21 عشان يبقوا أكتر من سجلوا أكتر ناس عدة العشرين هدف في الدوري الإنجليزي بالكامل تصريحات محرز بعد نهاية المباراة لما تكلم بعد شوط أول كان محرز فيه بيقدم أداء جيد لكن ما كانش منور قرر محرز في الشوط التاني أن يقدم مباراة استثنائية قدام منشستر يونيتد تكلم محرز بعد نهاية المباراة لراديو بي بي سي لايف وقال إن أنا مش عارف إذا كنت هدف عظيم أو لا لكن بحاول إن أنا ساعد الفريق على قد مقدر وده الشيء الوحيد اللي أنا بحاول أعمله في الوقت الحالي الأجمل من تصريحات محرز كانت رد فعل جوارديولا الرائع اللي كان على سؤال أحد الصحفيين لما قال له إنت إزاي بتقدر تطور من قدرات اللعيبة وبدأ يتكلم على الرياض محرز وهنا جوارديولا إيد ده جملة زي ما قلنا في الأول كارجر لما لابست شيرت منشستر حتى لو على سبيل الهزاء الهزار لا يقبل الجمهور بهذا الأمر لو مصرنا الموضوع اللي حصل ده برضو صعب جدا إن حد يطلع يتكلم باللغة دي يا جماعة جوارديولا قال للراجل اللي سأله إنت فاهم غلط أنت فاهم النظر اللي بطور لكن ده مش حقيقة